برنامج رجال ومواقف مع الدكتور يوسف العلوي إعداد وتقديم زكية حداد مرحبا بكم مسمعين الكرام في هذا الموعد الجديد مع رجال ومواقف شخصية هذا الأسبوع هي من رجال الدولة المرابطية سيدة من شهيرات النساء بالمغرب خلال عصر هذه الإمبراطورية قال عنها ابن خلدون أنها كانت إحدى نساء العالم المشهورات بالجمال والرياسة كانت هي القائمة بملك زوجها المدبرة لأمره الفاتحة عليه بحسن سياستها لأكثر بلاد المغرب لقبها هو زوجة الملوك باسمكم جميع المسمعين الكرام أرحب مجددا بالدكتور يوسف العلوي باحث مؤسسة البحوث والدراسات العلمية مبدع فاس أستاذ في سيرة النبوية متخصص في تاريخ المغرب أستاذ كريم مرحبا بكم أهلا وسهلا أستاذ بارك الله فيكم إذن الكلام في هذه الحلقة عن رجل آخر من رجال الإمبراطورية المرابطية العظيمة بعد عبد الله بن ياسين ويوسف بن تاشفين من هي هذه المرأة المغربية التي أخذت هذا اللقب زوجة الملوك واستحقت هذا الثناء من ابن خلدون أنها كانت إحدى نساء العالم المشهورات بالجمال والرياسة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه واستنى بسنته إلى يوم الدين كما تفضلت هذه المرأة ربما تكون أشهر أو ثاني أشهر مرأة بعد فاطمة الفهرية في تاريخ المغرب أظن نعم في تاريخ المغرب الإسلامي لا أحسب أحدا لا يعرف من هي سيدة زينب بنت إسحاق النفزاوية النفزاوية أو النفزية نسبة إلى قبيلة مغربية شاهرة قبيلة نفزا نعم المغربية الأمازيغية الأمازيغية نعم هذه المرأة عليتي حال النصص عنها قليلة لا يتحدث عنها إلا في إطار الحديث عن أزواجها وخصوصا يوسف بن تشفين يعني حيث اشتهرت وبشهرته هو يعني اشتهرت سيدة سيدة زينب وبحسن سياستها ربما أيضا قوية شأن يوسف بن تشفين كل ما نجد عن هذه المرأة هو أن اسمتها زينب بنت إسحاق النفزاوية كانت متزوجة أولا من شيخ وريكا اسمه يوسف كذا شيخ أحد شيخ المصامدة أمير من أمراء المصامدة ثم بعد ذلك تزوجها والقط والقط بن يوسف المغراوي هذا كان أمير أغمات وأغمات كانت هي عاصمة جنوب المغرب قبل مراكش ومراكش بجنبها طبعا نعم ثم عندما دخل المرابطون واحتلوا أغمات وقتلوا والقط قالت له القط بن يوسف المغراوي تزوجها أبو بكر بن عمر نعم تلميذ عبد الله بن ياسين الذي تكلمنا عنه سابقا قائد المرابطين وعندما رجع الأممكبي عمر المتوني رجع إلى السحرة طلقها وطلب منها أن تتزوج من يوسف بن تشفين تتزوجت أربعة من الأمراء منهم أمير ومنهم ثلاثة من الملوك من الملوك المغرب أشهرهم طبعا يوسف بن تشفين وعنده ماتت رحمة الله تعالى عليها العموما في المصادر إذا تميزت المرأة المسلمة في بيئة معينة لدرجة كبيرة تميزت في جمالها تميزت في غناها تميزت في حسن سياستها في دائها فإنهم يصلون بها إلى درجة الساحرة والكاهنة تعطى هذه المرسبة العظيمة العجيبة لأن لا يفهم تدبيرها وعقلها فتعطى هذه المكانة تصدي أن السادة المؤرخة رحمة الله عليهم كأنما يستنكرون أو كأنما يبقى فيهم الحال بين قوسين أن تكون مرأة لها هذه القوة ولا هذه السطوة ولا هذه الحضوة ولا هذا النفوذ في البلاطات فيقولون أنها لا يمكن إلا أن تكون ساحرة أو كاهنة كأنه شيء غريب أن تعطى المرأة العقل والتدبير وحسن التسليس إلا إذا كانت ساحرة إلا إذا كانت ساحرة وأحسب أنه عندما يقولون ساحرة وكاهنة فقط أنها فعلت أمور في مجمع رجالي لا يفعلها إلا الرجال فلاش كأنها تملك قوة خارقة بين قوسين لتصل إلى شيء كهذا ولا أحسب أن المسألة فيها لا أمور خارقة الأمر المألوف كان في ذلك الوقت هو النساء القابعات ربما في البيت كان هذا استثناء ولكن الأصل أو ربما لا يذكر وخام وجودين لا يذكر كما هو واقع للحال اليوم ذهبي إلى بعض قبائل المغرب الآن تجدين أن المرأة هي التي تقوم بكل أو بجل أشغال البيت ومع ذلك السيادة فيها للرجل فعندما تنحرف أفكار الرجل عن صفاء الدين تنحرف معه الأمور كلها والأصول تظهر كأنها ستناءات عجيب رغم أن أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كان لهن دور وأي دور في سيرته صلى الله عليه وسلم وطبعا قمنا بما قمنا به والمؤرخون المسلمون الأوائل كتبوا عنهن بما يشفي الغالي ولم يذكرهن أحد بأي شيء آخر السيدة زينة بن فزاوية لم تكن بدعا من النساء إلا أنها تميزت رحمة الله تعالى عليها بجمال تميزت بدها تميزت بقوة شخصية كريزمة حقيقية لأن شخصية كيوس بن تاشفين أن يقال عنه في التاريخ إنها كانت تدبر ملكاه أنا أستعظيم هذا ليس أمر هاي ليس بالأمر هاي أن يوجه أحد عملاقا من عمالقة الجهاد والعلم والسياسة في تاريخ العالم ليس فقط في تاريخ المغرب مثل يوسف بن تاشفين إلا إذا كانت هذه المرأة من الدهاء الكبير ومن السياسة ومن حسن التدبير بشكل كبير فكان إذن زوجها الأول هو شيخ ريكا أحد شيوخ المصامدة ثم القط بن يوسف المغراوي ثم أبو بكر بن عمر اللمتوني ثم يوسف بن تاشفين إذن كان زوجها قبل يوسف بن تاشفين هو أبو بكر اللمتوني هذه الشخصية البارزة كيف انتقلت من بيت أبو بكر اللمتوني إلى بيت يوسف بن تاشفين أذيهم هنا هو يوسف بن تاشفين لأنه كان لها الدور الكبير في تسيير الدولة المرابطية من خلال وجودها معه فكيف انتقلت إلى بيته عن طريق بيت ابن عمه يظهر أن المسألة عاديا المؤرخين تكلموا عنها بسلاسة حقيقة أبو بكر بن عمر اللمتوني هذا خريج ريباط عبد الله بن ياسين رجل متدين مشبع بنور الإيمان الذي حصل وهو أنه أثناء بناء مدينة مراكش وصله الخبر أن القبائل بعض قبائل صنهاجة في الصحراء وقعت بينها الحرب بسبب خلافات لسنندريم طبيعتها فهذا الرجل رأى أنه لن يحل هذه الإشكالات في قلب الحلف الصنهاجي في الصحراء إلا أبو بكر بن عمر اللمتوني فكان لزاما عليه أن ينزل إلى الصحراء وطبعا شنو خصوه إذن في هذه الحالة أولا عليه أن يولي بديلا عنه نائبا عنه في مكانه فهو ابن عمه القائد الثاني يوسف بن تشفين رحمة الله تعالى على الجميع فهذا من ناحية السياسية المرأة التي كان قد تزوجها السيدة زينب هذه المرأة كانت متزوجها أولا في بلاد المصامدة وفي أغمات والذي يعرف أغمات وريكة الآن يعرف طبيعة هذه المنطقة كيف هي برودة هذه المنطقة وخيرات هذه المنطقة ومياه هذه المنطقة فلا شك أن المرأة عاشت في بحبوحة من العيش يكفي أن نقول إن هذا القط المغراوي قالوا إنه كان يملك قاطعا فيه خمسين آلف رأس من الإيبل فهي إذن رقم رأس من الإيبل خطير يعني حتى إذا كان المؤرخون قد بلغوا أستاذا يعني خمسين آلف وتكون هي عشر آلف وتكون هي عشرين آلف يعطينا هذا لمحة عن الحياة الثرية المريحة التي كانت تعيشها زينب وعبو بكر بن عمر لم توني لعلمه بهذا ولتقديره للمرأة فإنه خيرها خيرها ورأى أنها لن تطيق أن ترحل معه في الصحاري والقفار والغبار وكذا وبين قوصي المرابطين كانوا يسمون الملثمين نعم كان هذا ولقبهم وحسب أن أساسا مرمود ثميني مهم كانوا كتيرون طبعا قالوا لأنهم كذا راقوا طع الطرق مقطع الطرق قالوا لارتباطات بعض ديانات الأفريقية التي تغطي الوجه مخافة السحر مع الشياطين والجنون ولكن الغالب أنه المحدد محدد طبيعي بيئي تضاريسي نعم بيئة صحراوية تفرض هذا يجرب دابا الإنسان يمشي يلزاقورا في المغرب ولا يدير شلتان ويش يشادي وقع له دابا دابا بلما نطوله بلما نطوله بلما نطلت بلما نطوله بلما نطوله في الصحراء فالليتان كان بشيقهم الرياح والغبار الذي يدخل في الأنف والعينين وكذا فيظهر أنه المحدد كان محدد طبيعي بيئي مناخي فقلت هذا الرجل خيرها فاختارت فطلقها يعني بكل بساطة وكل تقدير للمرأة أيضا كان هذا في حقيقة من مرؤته أنه قد تنازل عنها ولكن لابن عمه يوسف بن ساشفين لأنه يعني رجل عظيم هو ومن لم يتنازل بهذا المعنى الذي يعطيها لدوز من عنده لعنده كأنها زعمل شي ملك شي سيارة ولا شي حاجة يسلم أنه أبو بكر بالعمر لمتوني هو ليأخذها لآخر فالرجل طلقها ولكن قال لها أنصحك لأنه رأى أن هذه المرأة لا يليق بها إلا أمير في مستوى أبي بكر بالعمر خسر لها الرجل العظيم لأنه يعلم مكانتها مرأة كانت مزوجة بشيخ خوريك نعم ثم تزوجت زعيم أغمات العاصمة المدينة الإمارة القوية ثم زعيم المرابطين ثم إذن يشكون هدي ديها إنسان عادلة فهو الذي رشح لها هو الذي رشح لها ابن عمه يوسف بن تشفين وانظر لمحبة هذا الرجل لهذه المرأة في حقيقة هذه من مظاهر مرؤته وجدارته أنه مرأة بهذه المواصفات ليس سهلا أن يطلقها ويتزوجها ابن عمه لكن أيضا حبه للجهاد تنازل عن هذا العمر العظيم صحيح حبه للجهاد ورأيه في أن هذه المرأة لن تطيق أن تصاحبه في هذه الرحلة الطاولة وقال لها إنني مشفق عليك لأنه ربما قد أرزق الشهادة قد أرزق الشهادة هيه إذا رزق الشهادة وتركها وراءه ربما قد تسقط في أيدي الأعداء فيسبونها وهي المرأة الحاضية لعيشها بين قوسين في وحد المستوى أني ربما رأى أنها لا تلق وهذا المسألة هذه معروفة ومن تقدير المسلمين للمرأة الكبير يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتح خيبر السيدة السيدة صفية بنت حيي بنت زعيم اليهود في العرب كله وقعت في بعض المسلمين قالوا ثابت بن قيس بن شمس أحد الصحابة فجاء إليه أحد من يعرف خبايا الأمر قال يا رسول الله صفية بنت حيي بنت مالك اليهود لا يلق أن يأخذها غيرك ما تجيش معها أنه بنت زعيم اليهود وطح في يد واحد بين قوسين من عمة المسلمين فلذلك رأى رسول الله أنه من الحكمة من الكياسة من حسن السياسة من حسن تدبير الأمر أن يصطفيها لنفسه فتزوجها فكانت أم المؤمنين صفية بنت حيي أن يحافظ لها على هذا المركز وهذا المكان الكبير بأن يعطيها هذا اللقب فدائما عندما ترتفع همم الرجال وتكون أفكارهم في اتجاه الأعلى في اتجاه القدوة الاقتداء برسول عليه الصلاة والسلام تظهر هذه المسألة في معاملتهم للمرأة وظهرت بشكل جلي في شكل معاملة أبي بكر لم توني لزوجته زينب النفزاوية سنستمر في الكلام عن هذا الموضوع لكن بعد هذا فاصل إذن مستمعين الكرام يستمر الكلام عن زينب النفزاوية ويوسف بنت شفين ولكن بعد هذا الفاصل مستمعين الكرام أنتم دائما في الاستماع إلى ظنمج رجال ومواقف إذن دكتور يوسف العلوي الكلام لا زال مستمرا عن زينب بنت إسحاق النفزاوية نعم واقترانها بيوسف بن تاشفين لا يمكن في الحقيقة أن نتكلم عن شخصية هذه المرأة الفذة بمنأة عن أحداث داخل الدولة المرابطية فقد كانت لها فيها الكلمة النافذة والتأثير العميق في القرارات الخطيرة وإليها ربما يرجع الفضل في الحفاظ على ملك يوسف بن تاشفين نعم فذكرنا سابقا أن زوجها السابق أبو بكر بن عمر لمتوني عندما طلقها وذهب إلى الصحراء جهادا في سبيل الله تذكر الكتب أنه عاد من الصحراء نعم وربما طلب أن يستعيد زوجته طبيعي وأيضا أن يستعيد ملكه الذي تنازل ليوسف بن تاشفين عنه وهذا أساس كثر من الزوجة فقد كان تنازل له عن الرياسة وتركب نتعمه في كنفه حفاظا عليها من خطورة جو الصحراء وصعوبة العيش هناك نعم إذن بعد أن عاد من رحلتي الجهادية إلى الصحراء كيف سطع زينة بن نفزاوية أن تبقى عند يوسف بن تاشفين وسحافظة زوجها على ملكه تجاه ابن عمي لا هي مسألة خطيرة جدا هذا الأمر حتى نبسط القضية أبو بكر بن عمر لم توني سيخرج للصحراء سيذهب إلى الصحراء فترك واليا عنه يوسف بن تاشفين والي نائب عن ابن عمي أبو بكر بن عمر أبو بكر بن عمر ذهب إلى الصحراء وأصلح ما وجب عليه إصلاحه هناك وعاد فطبيعي أن يأخذ ملكه ويرجع يوسف بن تاشفين للمكان دياله لأنه كان والياً لابن عمي لكن في فترة غيبة أبو بكر بن عمر لم توني ظهرت سمات القيادة وشخصية يوسف بن تاشفين رحمة الله تعالى عليه فقد أكمل توحيد بلاد المغرب نعم وكون له جيش قوياً يدين له هو شخصياً بالولاء كانت له جهود شخصية طبعاً أنه أبو بكر بن عمر لم توني لم توني ورحمة مكينش وقام ربما بدور أكبر أنه وحد الجهات المغرب نظن أن غناءه في الجهاد غناءه في السياسة ربما كان أقوى من أبو بكر بن عمر لم توني نظن والله أعلم لا نملكه دعم الحسم في هذا لكن يبدو أن الرجل كان قد أسس لنفسه دولة حقيقية واسعة شاسعة وله جنود وله أتباع وله قادة باختصار له دولة أسس دولة قوية تتبع له هو شخصياً وليس لأبو بكر بن عمر زائد عبد الله بن ياسين مات نعم شخص الذي كان يمكن أن يفصل في الأمور ويرجع أليه في الاختلاف مبقاش نعم فلا يوجد الآن في بيت المرابطين مشيخة علمية لها من الكاريزمة لها من القوة بحيث تستطيع أن تفصل في مثل هذه الخصومات شخصية ما الذي سيحصل أبو بكر بن عمر سيرجع إلى ملكه بشكل عادي يوسف بن تجفين عليه أن يتنازل جيشه قادته حتى إذا تنزله قد تصير مشكلة بين أتباعه هو وأتباع أبي بكر بن عمر لم تني لأن هذه إنجازاته هو الذي قام به وعند بشرها أستاذ لن نتحدث عن بشر لن نتحدث عن ملائكة نعم في الحقيقة عندما يقرأ الإنسان هذه الأمور قد يستغرب الله يذكر أستاذ الناس الآن تتخصموا على زعامة بسيطة ربما على كراسي ضيقة جدا يعني بلما نقول أمور تافهة جدا تصل الخصومات إلى درجة التكفير والتفسيق والاختتال والسباب وحتى ما كان لاش تقولوا في هذه بينما هذا ملك حقيقي لدولة شاسعة مترامية لأطراف فالناس ناس بشر ولو أنهم خرجوا الرباط وكذا لكن كأين هذا نتحدث عن أناس لكن كيف يدبرون هذا الأمر للخلاف هذا هو المهمة هذا المهمة بزف لأن هذا الأمر هذا لن يحلى إلا بالدماء وفي تاريخ الذي قرأت هذه الباركة القليلة التي قرأت مثل هذه الأمور لا تحسم إلا بالدماء تقع مواجهات حتى بين الزعامات والذي ينتصره الذي يأخذ وتزهق طبعا أرواح وتسيل دماء وتبقى فتن وإحن في الصدور مغرة يعني تنهض بين الفينة والأخرى فتؤدي إلى كوارث طبعا ولكن أبناء الرباط تحلوها بطريقة أخرى وبإشارة زينب النفزاوية نعم في الحقيقة هذا الأمر حل بسبب حسن تدبير وحسن مشورة زينب بنت إسحاق النفزاوية صحيح يوسف بن تشفي كان دائما يستشير زوجته ويعملوا بمشورتها فكيف كان تدبيرها لهذا الأمر بدون دماء بدون مواجهات بدون فيخن الأستاذة زكية تمررين علي وعلى المستمعين أمورا تقول لي أن يوسف بن تشفي لكن كان يستشير زينب النفزاوية في كل أموره ويرجع إلىها في كل أموره وما بقى دولة عن يوسف بن تشفي دولة هذه زينب النفزاوية أنا عارف الشيء عشبك طبعا كمرأة تدافعين على جهة النساء وسيعجبوا كثيرا من المستمعات لو أن يستمعنا إليك لا شك استشيروهن وخالفوهن لم يكن يقوم بهذا الأمر يوسف بن تشفي هذا قول مرضود هذا قول مرجوح لا يؤبه له لا قصدا لا شك أن يوسف بن تشفي كان يستشير مع السيدة زينب نعم لكن لا شك أن شخصية يوسف لا يمكن أن يرجعها فقط لأن يوسف بن تشفي كان معروفا بقيادته وزعامته قبل أن يتزوج زينب النفزاوية فالرجل معروف لكن زينب إضافة أخرى حقيقيا هذه الشخصية لا شك في ذلك وتدبيرها لهذا الأمر هذا دي الخلاف يعني العلماء مثلا يتحدثون أنها عندما تزوجت به استخرجت كنوزا كانت تملكها وريثتها عن أزواجها السابقين نعم قالوا هذا فأغنت ملكه وعطته فلوس كثيرة استطاع أن يستجمع بها جيشا قويا ويكون بها ولاءات لشخصه هو نعم كانت هذه من حال الدولة وهذه ممكن وهذه ممكن سيدة لبسعليها وبريثت أموالا من أزواجها السابقين خصوصا أمير أغمات هلولا الثانية كيف يدبر هذا الأمر ويوسف بن تشفي رجل من تقل الله حتى هو ورأى أنه عليه أن يتنزل لابن عمه لأنه هو الحاكم الشرعي نعم لكن رأى أن ذلك سيسببه اختلافات في جيشه فعندما استشارها أشرت إليه طيب اللولة أنت ما تنزلش لأنه إذا تنزلت ستحصل المشكلة هالهدف مشكلة كبيرة في الدولة لكن لا نريد أن يقع اقتتال لأن كذلك ستكون مشكلة أخرى وربما احتلتت كبيرة جدا فاش ننيره قالت له يا قراءة نفسية قتله ابن عمك رجل متق الله كانت مراته نعم تعرفه جيدا رجل متق الله عفيف في الدماء كل مجبر أنه ما يرقش الدماء هذا أحب إليه إلا في الجهاد في سبيل الله المجاهدة العادة أما بين المسلمين فإنه يعف هل فهمت هذه الدقة لهذه المرأة وهذه أمور لا تفهمها إلا طبيعة المرأة دولة ثانيا قتله إذا منين يجي لا تخرج إليه إذا خرجت إليه كأنك تسلم له هو السيد وأنت تابع لا تخرج إليه لا تخرج إليه هكذا خليه يجي المراكش في نواحي المراكش قبل ما يوصل المراكش لا تخرج إليه سيعسكره هناك شنو تدير أرسل إليه الهدايا ما المقصود؟ شنو المقصود بالهدايا؟ الاستردائه نعم ثانيا لتريه أنك أغنى منه بكثير طبيعة الهدايا اللي سيفطله لك شي خيالي أكبر من كثير مما كان ربما يملك عندما كان هو زعيماً في المغرب إذا كان استطاع أن يهدي إلي هذا فما يملكه أكبر بكثير من هذا أين أنا؟ أين أموالي؟ أين ملكي؟ مما أصبح يملكه؟ بن عم يوسوب بن تاشفين ربما في هذا الأمر أيضاً إيحاء له بأن إنجازات يوسوب بن تاشفين كانت أكبر طبعاً هو يعرفها لا شك أنها وصلت يتراجع إذن عن فكرة استرجاع ملكي لأن ابن عم يقر حقق أمو الأقل يظهر له وعلى أنه إذا دخل في منافسة مع يوسوب بن تاشفين هذه تكون هذه تكون فيها نتيجة محما محسومة بالعكس ربما تكون محسومة لصالح يوسوب بن تاشفين هذه سياسة وجيسة هذه الترتيبات ما تخرج لهش أرسل إليه الهدايا الكبيرة عندما تخرجه إليه ما تنزلهش على رجلك خليك ركب فوق الفرس ديلك يعني باش تخاطبك أنك ند وأن تند دياله ما يحسش بك على أنه نزلت له فأنت دونه لا خليك ركب معها على نفسه وهذه السياسة أتت أكلها فهذه الحكمة في حقيقها مرأة حكيمة محنكة مرأة حكيمة ضمنت الملكة لزوجها ولكن حق نس دماء المسلمين من أن تراق بحسن سياستها فمرأة عاقلة في الحقيقة صحيح وحسيبوا أنه هذا العقل ديالها ما كان ليؤتي أكلها لو وجدت حمقها ولو كانت تتعامل مع حمقها فزوجها يوسوب بن تاشفين ولا أوبا بن عمر لم توني ناس في القمة وإلا هذا الرأي وأخوك كان ديال ما بغي يكون لحمق ما يسمعوش حرا إذا كان ديال المرأة يقول أنت ما تعرفيش في السياسة يلا ممكن أن يغيس السيف لكنه ما خرج واجتمع معا هذا جيش من هناك هذا جيش من هنا وجلس في الوسط وتصافح وتعانق وتواصي بالأمر بالمعروف أنه عن المنكر ورجع أبو بكر بن عمر لم توني إلى الصحراء مجاهدا حتى استشهيدا هناك وهناك بعد الرواية تقول إنه هو الذي أوصل الإسلام إلى غانا إلى غانا في وسط إفريقيا وربما هذا القائد الذي أوصل الإسلام إلى هذه المناطق رحمه الله ولو أن التاريخ لم يكتب كثيرا عن أبي بكر بن عمر لم توني ولم ينصف هذا الرجل في كتب التاريخ ففي الحقيقة نتاج تربية الجهادية لعبد الله بن ياسين وحركته الإصلاحية الكبيرة التي كان محورها الأول هو بناء النفوس وإصلاح النفوس كانت نتيجة هذه التربية هذه النماذج الفذة ومع هذه النهضة الفكرية ونهضة المجتمعات الرجالية تكون نهضة المرأة التي أفرزت زينب النفزاوية وتكون هذه الشخصيات وهذه المشهورات وهذه الدولة القوية وهذه الإنجازات الكبيرة في الحقيقة دولة المرابطين عرفت بهذه القوة وبهذه الأمور الاستثنائية الفذة نتيجة الحركة الأولى والنواة الأولى التي كونها عبد الله بن ياسين رحمه الله سيكون لنا كلام عن شخصيات مرابطية أخرى بعد زينب النفزاوية لا شك لا شك بما عدد من العلماء دي الجيل المرابطي لا شك ستوا نتحدث عنه إن شاء الله عدد كبير إن شاء الله من العلماء هذه الدولة واللاد هذه الدولة قوية جدا فيها عدد كبير من الساسة وعدد كبير من العلماء هذه المرحلة مرحلة نهضة علمية قوية في بلاد المغرب لا شك ستحتاج منا للحديث عن عدد من رجالات هذه المرحلة الذين أثروا وبصموا تاريخ المغرب من الرجال ومن النساء إن شاء الله تبارك وتعالى فدائما نهضة الأمم تقاس بنهضة النساء فيها ومدى بروزهن ومدى إنجازاتهن ففاطمة الفهرية كانت في بداية دولة الأداريسة كان لهذا النبوغ العلمي والفكري ببناء هذا المسجد الكبير وزينب النفزاوية كان لها هذا التمييز بأن ذكرت في كتب التاريخ وفي مقولات المؤرخين كيسف بن تشفين أمير المسلمين رحمه الله نعم فنضرب دائما للمستمعين موعدا متجددا في الأسبوع القادم وشخصيات أخرى من شخصيات الإمبراطورية المرابطية في نهاية هذه الحلقة دكتور يوسف العلوي أستاذ باحث في مؤسسة البحوث والدراسات العلمية مبدع فاس أستاذ في السيرة النبوية متخصص في تاريخ المغرب لكم جزيل الشكر ويتجدد دائما اللقاء بكم في الأسبوع القادم إذن مستمعين الكرام نترككم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله رجال ومواقف عظماء مروا وتركوا الأثر فسجلت تاريخ المغربي أسماءهم ومواقفهم بحروف من نور برنامج رجال ومواقف مع الدكتور يوسف العلوي إعداد وتقديم زكي حداد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر